أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا في هذه الحلقة عن علم عظيم من أعلام العراق وأقول علم وأصفه بهذه الصفة ربما قل من الناس ربما يمكن أن نصفهم بهذا الوصف ذلك لأنه ترك أثرا مهما بل آثارا مهمة لا يمكن أن يتجاهلها باحث في تاريخ العراق ليس في العراق فحسب وإنما في العالم كله لا يمكن لمؤرخ أو باحث أو مطلع أن يدرس شيئا أو يطلع على شيء في تاريخ العراق في الفترة التي كنا نسميها بالفترة المظلمة وفي الحقيقة الآن نسميها القرون المتأخرة لا يمكن أن يطلع على شيء من هذه الفترة إلا وهو يعرف من هو عباس العزاوي ويرجع إلى بعض آثاره في هذا المجال بمعنى أن الرجل كان الرائد الأول الذي فتح الباب على مصرعيه لدراسة فترة لم يكن أحد قد درسها دراسة علمية وكل ما كان يكتب عنها عبارة عن شذرات هنا وهناك يعني لم يكن تمت من اختص بدراسة هذه الحقبة كان هو الرائد الأول عباس العزاوي اسم لا يمكن أن ينسى طالما أن مؤلفاته هذه هي موجودة تحتل مكانها في مكتبات الباحثين في العراق في البلاد العربية في العالم لذا يمكن أن نصفه على سبيل التفرد بأنه كان رائباً متميزاً يعني لا يمكن أن يتجاهله أحد مهما دارت السنون عباس العزاوي رجل يعني لا نطيل في حياته الأولى ولد في بغداد عام 1890 ودرس على أيدي نخبة من أفضل علماء عصره في بغداد منهم وأولهم العلامة محمود شكر الآلوسي الفقيه العالم والمؤرخ الذي ترك لنا كتابه الموسوعي أخبار بغداد وما جاورها من البلاد وكتب كتاباً في تاريخ العرب وهو معروف في مجال الكتابة التاريخية ولا شك أن الرجل تأثر بأستاذه إلى حد كبير درس على أيدي عالم بغداد وقاضيها وهو العلامة علي علاء الدين الآلوسي درس على أيدي النخبة الصالحة من العلماء والمربين ثم شاء القدر أن لا يقنع عباس العسلاوي بأن يتوظف أو يعين كما يفعل كثيرون في زمانه مدرساً في بعض مدارس بغداد الشرعية في الملحقة بالمساجد وإنما قرر أن يشتغل في مجال جديد في ذلك العصر وهو المحامات فدخل مدرسة الحقوق في أواخر العهد العثماني وتخرج منها في أول عهد تأسيس الدولة العراقية عام 21 وكان متفوقاً في دراسته كشأنه في دراسته السابقة طبعاً في دراسته السابقة وبالتأكيد درس المدارس في المدارس العثمانية التي أنشئت منذ عهد قريب من ذلك التاريخ الرشدية والإعدادية وغير ذلك حتى دخل كلية الحقوق التي كانت تسمى في ذلك العصر مدرسة الحقوق وعمل بعد تخرجه وعيد ذلك محامياً واستقامت حياته وكان يمكن أن تمضي حياته على هذه الشاكلة يعمل في المحامات وكانت المحامات في ذلك الوقت تدر رزقاً طيباً لأن عدد المحامين في بغداد كان قليلاً محدوداً وكان يمكن أن تكون حياته هكذا لو لا ذلك الشغف العجيب الذي ملك قلبه حتى آخر قطرة دم في عروقه حب التاريخ وحب العراق وحب تاريخ العراق خلال القرون المتأخرة التي كانت توصف بالفترة المظلمة حقيقة هذا المصطلح الفترة المظلمة ينبغي أن نتوقف عنده قليلاً ظهر هذا المصطلح بعد الاحتلال البريطاني للعراق لم يكن معروفاً في العهد العثماني ووصف بالفترة المظلمة من أجل أن يقال أن الفترة المضيئة هي التي جاءت بعد الاحتلال البريطاني يعني الدوائر البريطانية كانت تروج لهذا أن ما مضى كان مظلماً وما أعقبه في عهد احتلالهم أصبح مضيئاً هو حقيقة قرر أن يكشف عن عبقرية هذا الشعب وعن جهوده الثقافية والعلمية في فترة كانت في تقديره مظلومة لا مظلبة أراد أن يكشف عن تفاصيل هذه القرون وأن يفتح الباب للباحثين على أن يمضوهم وهم للكشف عن ما هو مكنون في هذه الفترة المهمة من تاريخ العراق وتلك رسالة نذر نفسه من أجلها وقد أحسن فيما نذر فتعددت رحلاته إلى إسطنبول حيث كانت المكتبات زاخرة طبعاً المكتبات العامة الموقفة على المساجد والشهيرة والمكتبات الخاصة وكانت تجمعه بالمؤرخين الترك في ذلك العهد في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي صلاة صداقة يعني ومعرفة متبادلة ومكتبات البيع وكان يقصد مكتبات البيع يشتري منها بكل ثمن أي مخطوط يباع هناك كانت في ذلك الوقت كانت المخطوطات تباع كما تباع الكتب اليوم المطلوعة وأذكر أني سألت في الستينات وكنت صغيراً أحد باعت المخطوطات وأظن اسمه بابا علي قلت له من يأتي إليك من العراقيين ليقتني ما تملك من مخطوطات قال عباس العزاوي طوراً عباس العزاوي كان مشترياً مزمناً كما يمكن أن يقال يشتري المخطوطات وكلما تصل إليه يده بل وكان يصور ويحصل على نسخ مصورة من المخطوطات النادرة المحفوظة في المكتبات العامة وآلية تصوير المخطوطات كانت في أول العهد يعني كانت في أول العهد حتى أنه جمع مكتبة من أنفس مكتبات العراق وكانت تعد المكتبة الخاصة الأولى في تاريخ في العراق في ذلك الوقت مكتبة عباس العزاوي من كان يجهل أهميتها ثم شرعه بعد عقد من هذا يعني في بداية الثلاثينات شرعه يجمع مصادر أول كتاب يكتبه في هذا المجال الذي أحبه وهو التاريخ العراق خلال القرون الماضية سم الكتاب بعنوان تاريخ العراق بين احتلالين ويقصد بهذين الاحتلالين الاحتلال المغولي والاحتلال البريطاني واضح من التسمية أنه لم يذكر الاحتلال البريطاني بخير شبهه بالاحتلال المغولي بعد أن كانت بعض المؤلفين بعض الدوائر تروج للاحتلال هذا على أنه بداية عصر النور في تاريخ العراق هو سماه احتلالا وكتابه هذا سماه بين احتلالين شرعه بكتابة الجزء الأول في عام 1935 بينما كان الشباب وغيره يعني يمتعون أنفسهم بنزهات بريئة على ظرفة النهر وإلى غير ذلك كما يقول معاصره كان الرجل يتأبط مصادره ومخطوطاته يشتغل فيها ويكتب أولى صفحات كتابه هذا كان متفرغا لعمله هذا لم تصرفه حتى المحامات عن عمله العلمي هذا ثم وكان هذا الجزء الأول مختصا بتاريخ المغول تاريخ المغول الاحتلال المغولي وأنت تدهج حينما تتصفح هذا الكتاب من أين جاء بهذه المصادر النادرة وبعضها مكتوب بلغات صعبة كان نعم يتقن التركية كأهلها بل كان عضوا في مجمع اللغة التركية في تركيا يعني كان ندا لأساطين علماء اللغة والأدب الترك أنفسهم يراسلهم وكان عضوا في مجمعهم لكنه كان يتقن إلى جانب ذلك اللغات التركية القديمة اللغة الجغطائية بلهجاتها وبالتالي كان يعني يتيسر له الإطلاع على مصادر نادرة وأن يفيد منها بكل يسر إضافة إلى ذلك كان يتقن الفارسية وما كنت أظن أنه يعرف الفارسية إلى هذا الحد إلى أن علمنا ويعني أنه ترجم كتابا مهما رحلة تسمى رحلة المنشي البغدالي ترجمها من الفارسية إلى العربية والكتاب طبع كان إذن يتقن لغات مختلفة واستفاد منها جميعا في المضيف في تاريخ العراق بين احتلالين فأعقب الجزء الأول بجزء ثاني خصصه للاحتلال الجلائري وجزء ثالث لاحتلال دولتين هما دولة القرق وينلو ودولة الآق وينلو وكان حكمهما أسوأ حقبة مرت على تاريخ العراقي في ذلك العصر وخصص الأجزاء الأخرى للحكم العثماني تاريخ الحكم العثماني في العراق حتى استود ثمانية أجزاء ختمها بالاحتلال البريطاني وانتهى من تأليف هذه الموسوعة في عام 1956 يعني استغرق كتابة الموسوعة من عام 35 إلى عام 56 وبهذه الموسوعة غطى تاريخ العراق السياسي خلال عدد من القرون ولم يكن أحد قد فعل هذا ولا ما يشبهه من قبل لكنه لم يكتفي بهذا كان يدرك أن تاريخ العراق أو التاريخ عام لا يقتصر على الجانب السياسي فحسب وإنما كان همه أن يتناول بالبحث والتفصيل التاريخ الحضاري للعراق كان يعرف يعلم وموقن بأن دور الشعب في حفظ تراثه لا يقل أهمية عن تاريخ أولئك الولاة والمحتلين المتعاقبين الذين جاءوا إلى العراق وحكموه فأبرز دور هذا الشعب من خلال الكتابة في تاريخ آدابه وطوائفه ومعالمه وكل شيء فيه فكتب كتابا مهما سماه تاريخ الأدب العربي في العراق في جزئين كبيرين استقصى فيهما كل شاردة وواردة كل مخطوطة كتبها أديب أو لغوي عراقي وقارنها بما هو في البلاد العربية الأخرى وجاء بآراء واستنتاجات رائدة في مجال دراسة هذا الأدب في العراق وقد طبعهما المجمع العلم العراقي في ستينات القرن الماضي ثم عزت نسخ الكتاب وقمت بحمد الله بتحقيقهما مرة أخرى وطبعه في ثمانينات القرن الماضي وبداية التسعين كتب كتابا مهما في تاريخ علم الفلك في العراق تخيل أن هذا الرجل بدراساته التاريخية واللغوية وغيرها يكتب كتابا في مجال علمي محظ علم الفلك حتى تجده كأنه كان فلكيا يعني كتب عن الآلة الاسترلاب وعن الآلات الفلكية واستخدام العراقين لها وكل مؤلف كتب في مجال من مجالات الفلك وقارن هذا بما هو في العالم الإسلامي كان مؤرخا إذن يمتلك منهجا علميا كما نقول كتب كتابا مهما في تاريخ النقود العراقية وكان يمتلك فيما يبدو مجموعة من هذه المسكوكات القديمة تأرخ لهذه المسكوكات ما بعد العصر العباسي يعني في بداية العهد المغولي وحتى آخر العهد العثماني كتب كتابا في تاريخ الضرائب العراقية تخيل حتى الضرائب التفت إليها وكتب عنها تلك الضرائب التي ناء بثقلها العراقيون خلال هذه القرون بل أنه كتب كتابا في تاريخ الموسيقى العراقية بحث فيه بأصول المقامات العراقية وردها إلى مؤسسيها أو إلى روادها وحدد تواريخ ذلك كأنه يعني مختص في مجال الموسيقى وتاريخ المقام مع أنه يعني حينما تجده لا تجده إلا رجلا عابسا كما يبدو في مظهره لكنه كان رقيق الحس حتى في الموسيقى كتب هذا الكتاب الذي يعد أحد المصادر المهمة في تاريخ هذا الفن العراقي الأصيل بل أنه وهذا حقيقة ملفت للنظر كتب كتابا في تاريخ النخلة في تاريخ النخيل زراعتها وتاريخ زراعتها تاريخ طريقة تكثيرها من كتب في هذه المجالات تكثير النخلة والعناية بها وأنواع التمور وتجارتها وغير ذلك من شؤون النخيل كتب كتابا مستقلا في هذا الموضوع النادر الذي لم يسبقه فيه كالعادة أحد من قبل لم يختص بتاريخ الأدب العربي فحس كتب كتابا في تاريخ الأدب التركي وهذا الكتاب ظل مخطوطا حتى يعني وفاته وربما بعد وفاته تاريخ الأدب التركي عرف بأدباء التركية وبشعرائها وعرف بالمؤلفات المهمة في هذا المجال من الأدب كتب في كل ما يخطر ببال وما لا يخطر ببال وكان كأنه يعني يركض لا أقول يسير يركض في سبيلي أن لا يبقي مجالا من مجالات تاريخ العراق الحضاري فضلا عن التاريخ السياسي إلا ويفتح بابا يمكن أن يضيء فيه خفايا ذلك المجال والمهم أن يفتح بابا للباحثين من بعد لكي يبحث فيه ويعني حقيقة الرجل كان رائدا في هذا أيضا ينبغي أن نشير إلى أنه كان رائدا في مجال علم المكتبات وفي مجال المكتبات جمع مكتبة ضخمة يعني عدة أكبر مكتبة في مجال تاريخ العراق في العراق في ذلك العصر في عهده هذا وقد نوهنا بطرق التي كان يلجأ إليها في جمع مخطوطاته وأقول كان الرجل يقصد في كل يوم جمعة جامع الخفافين وغيره من الجوامع حيث كانت تباع المخطوطات النادرة كلما يتوفى عالم تباع كتبه في مزاد علني كان يذهب إلى تلك المكتبات ويشتريها بالجملة علّه يجد إشارة مفيدة في تاريخ العراق وفي تاريخ حضارته في ظهر هذا المخطوط أو في نهايته كان كثير السفر وكان يقصد المكتبات ويقتني منها كل ما يمكن أن يقتنيه منهجه اتبع منهجا علميا نعم هو اتبع طريقة الحوليات لكن هذا في التاريخ السياسي وأنما في التاريخ الحضاري اتبع مناهج علمية رصينة كتب أيضا في تاريخ الطوائف الكاكائية كتب في تاريخ الإيزيدية كتب في مختلف طوائف العراقي ومكوناته كتب في تاريخ الكرد كتب عن علماء الكرد الكبار عن مشاهيرهم مشاهيرهم كتب عن مولانا خالد النقشة بندي كتب عن كل هذا وترجم وحقق كتبا مهمة تحقيقا جيدا منتخب مختار علماء ضغداد وغيرها من الكتب التي يضيق المجال بدكرها توفي الرجل رحمه الله في عام 1971 وانتقلت مكتبته إلى مكتبة المتحف العراقي وهي الدار العراقية للمخطوطات اليوم صدق جارية كما كانت مؤلفاته صدق جارية أفاد منها الباحثون من بعد وإلى حديث آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة